مشاهدينا الثامنة صباحا ومعودنا مع موجز الأهم من الأنباء مع دينا شارفت فضاليا دينا شكرا لك جمعنا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدر الرئيس عبد الفتاح سيسي توجيهات للهيئة الهندسية القوات المسلحة بترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين بإمبابة إثر الحريق الكبير الذي نشب بها وتقدم الرئيس سيسي بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء في الحادث مؤكدا أنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع أثار الحادث وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين وخلال اتصال هاتفي مع قداصة البابا توادرث الثاني بابا الأسكندرية بطريال كيركرازا الملقصية تقدم الرئيس السيسي بتعازيه لقداصة البابا في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين وأيضا أكد الرئيس السيسي على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لإحتواء أثار هذا الحادث الأليم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيدة وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس التونسي عبر عن تعازي الشقيقة تونس حكومة وشعبا للرئيس والشعب المصري في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين هذا وشهدت كنيسة رئيس الملائكة ميخايل بالوراقة صلوات التجنيز على ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين وكانت جثمين الضحايا قد وصلت إلى الكنيسة لإقامة صلوات التجنيز حيث وجه النائب العام بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدفن ضحايا الحادث أعلنت أوكرانيا أن خطر وقوع كارثة في محطة زابورجيا النووية الخاضعة لسيطرة قوات روسية يزداد كل يوم وأوضح رئيس بلدية مدينة زابورجيا جنوب أوكرانيا أن ما يحصل بمحطة زابورجيا قد ينتهي بشكل لا يمكن التنبؤ به في أي لحظة من جانبها اتهمت روسيا قوات الأوكرانية بالوقوف وراء ضربات التي استهدفت المحطة وصل وفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان بعد أيام من زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي للجزيرة وسيلتقي الوفد المكون من خمسة أعضاء بقيادة ساناتور إيد ماركي الذي يمثل ولاية ماساتشوستس المسؤولين في تايوان وقال بيان للمعهد الأمريكي في تايوان إن الوفد سيناقش الأمن الإقليمي والتجارة والإثمار وسلاسل الإمداد العالمية أرسل الجيش الجزائري مروحيات للسيطرة على حرائق غابات بمنطقة تالين غرب الجزائر العاصمة الذي أتى على مساحة شاسعة من الغابة وأوضحت مصادر الجزائرية أن الجيش تدخل لتقديم الدعم للفرق الميدانية التي كانت متواجدة بالفعل بهدف إخماد الحريق أعلنت سلطات المحلية في منطقة أرجون شمال إسبانيا أن حريقا أتى على ألاف الهكتارات وأكد رئيس منطقة أرجون أن التمدد السريع للنيران كان بسبب الرياح وأن الوضع حرج وعننت الحكومة المحلية أن 1500 شخص على الأقل تم إجلاءهم من هذه المنطقة الريفية والتي تضم محمية طبيعية بينما يواصل حوالي 300 عنصر إطفاء إخماد الحريق مدعمين بمروحيات ختم موجة الثامنة فاصل وعود لحضاركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر